موسيقى موسيقى الدكتور موسيقى موسيقى سبحانه وتعالى يقول لك الجنة تحت اقدام الامهات وبالوالدين احسانة هاتشي كله ولينا كان فقدوه بسبب المخدرات لان هاد المخدرات هاد الحالة الهستيرية اللي قتوصل بهذا الشاب هذا لانه هوا ولا مجرم ما تجوج ما دار ولدات ما شاف الحياة وهوا كيتتالف السجن وبابشع جريمة باش غادي قتل الام ديالو انا راه تلتيام هادي وانا كان بكي ما سكتش من اللي بكه ما كان ناكل ما كان شرب لانان انا ام وعندي الام ديالي انا الام ديالي كيف قلتها الى عيطات لي غير مريدة ولا عندها سكار طال عليها كان حس براسي انا ولا منخوتي راحنا مدنبين راحنا اللي درنا له هاد الحالة احنا اللي وصلنا هال هادك المارد ولو اننا كتبغي توفر لها ابسط الاشياء لانه هوا موالدين راه تللو فينا ورات محنو علينا ورحنا اصار مغربية عاريقة هاد المخدرات هادو هوا اللي لو كيوصلوا الشباب هاد الحالة هاد لان الشاب باش غادي ينوض وغا يضرب الام ديالو ويدرب الاب شي تفكر فيه ها راح ما غادي شي يقدر ولكن الا كان اذا كان العقل ديالو غيب مكينش الحس ديال伪기도 ديالت فكير راحا هو وصل لها حس بيا الله وانه يعمل واكيل عافت الام ديالو راحكو كل الشي الشعب المغربي ولي الجالية كل هم كيوصلوا معاي كيف如何شافوا ديك الحالة ديال ديك الام هاد الام الدنيا ديالها ستو سبعين سانه كبرته ورباته وقاصاته وتمحنت وーーواخر ايام هكُه تموت بطعنة من ولدها انا مني كنت تفكر هاد الميل فهذا يكون لي كنت ترعد يعني اواخر ايامها هاد الدري ما شهد لها ما قلبها ما تهلا فيها ما تسنها ترضيع ليه ما تسن حتى شي حاجة تسن حاجرها هزها ضربها للراس عاشت من وراها تلتي ايام وهي كتسخط عليه وهدي بشاهاتي انا امام في الدنيا وفي الاخرة لان انا كنت في جنبها الوقت اللي هي كتقولي لها اشنو بغيتي لهاد الولد كتقولك انا بغيت لي العافية من حقها تبغي لي العافية حيث انا ولدي لار ببيته وتمحنت عليه وتكرفست عليه وكل ام كتعرف كيفاش كتقاسي معا ولدها راه صعيب 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 باش تسمع ولدك غير كيكحب حاجة بسيطة كتدرك في نفسك كتبغي تحيد هالي دي كيكحبه وترد هالك انت عدا كيفاش هو يطعنك وانا كنقول هاد السبب كله مخدرات لانا لجيرانهم ولاخوته كيقولك راه كيستعمل المخدرات وهدي نداء الشباب كامل الله يهديكم الله يرض بكم انا المخدرات را ما كتوصلش بنا لشي حاجة البر الامان را كتوصل بنا الا الهالك هانت عندك واحد وثلاثين سنة هانت في السجن وبأبشع الجارمة الاب ديالك ها هو اللي كلنا ولا هراه مريض سبعت الضرب هات فراسه ولا مقعد بعد ما كان ها هو النهار اللي غاي تضرب فيه كان غادي مع السبعة صباح وفيق ولو انه راجون موسين وموصل البنت دياله للعمال هاي البنت دياله عندها 40 سنة وغادي موصلها الاب ديالها للعمال ومني كيرجعتك واحد شوية كتنود انتا كتضربه يعني شوف الاحساس ديال الوالدين بقى بنتو عندها جوجة الولاد وكيوصلها الخدمة ولكنت ايها المجريم هالشاب انا كندوي على الشباب هانت وصلتيه تولى مقعد ولا كيدير ليكوش يعني الاب ديالك ولا كيدير ليكوش بسبابك وهذه رسالة للشباب لانا سمعوا هاد الهالي يدخل اليوتيوب غادي يلقاها لانا الاب واحد وثمانين سنة والام ماتت البارح والاب ها هو كانت من ناولي الشيفاء العاجل انا مني كانت تفكر وكانت تفكر اذاك الاب وكانت تفكر اذاك الام تلتيام وانا كان هادار معها ما كيجينيش النعاس والله الماكلة ما كتبغي يدخل لي يا الكرشي السلام عليكم معكم ميلود زاكي فاعل جمعوي بمنطقة ليساسفا وشفت هاد الجريمة اللي قام به هاد المجريمة هادا اللي قام ضد واليدي رأى ربي غادي خلصو واصلا غادي دربي المثال عبر المجتمع كامل احتد شي لا يعقل مثل الوالدين وتبدأ تحسب مع والديك وعندك تنين وثلاثين عام ولا مارت سوى ثلاثين عام انت خصك تعاون معهم ولا تقاديهم وتبدأ تحسب معهم تقول لهم علاش ما قررتونيش علاش خصني اللباس خصني ندير خصني وراجل تبارك الله حسبي الله ونعمل واكل مجتمع ما معاونش كيني جمعيات وكيني بزاف ولكن بالنسبة للدراري ما لاقينش في نمشيو تنقولوا زع ما كان دار شباب تنقولوا زع ما كان المركب الريادي تنقولوا زع ما كان الاستاج للدراسة بالزاف دي الحويج ولكن هاتش ما مطبقش هالبروتوكول دلالتي شوفوا تتيتي عيوش تتيش الدلقنات وبالنسبة للمخديرات لا حول ولا قوتي إلا بالله إنسان والتي احنا كنا ضدد الفكرة تنبدوا نقطروا الناس باش يقطروا ولادهم ولاو تشوفوا في ولادهم بحل مكاك ولاو تخارج الله طائطع كما تقولوا والو بالنسبة للشباب تقولك احنا تمشيو للشركات تسمعونا بأن تنسمعونا ولاد المنطقة الليساس فاق تياخدوا علينا نظرة خيبة وبالنسبة للعوتاني ما كيش في أماكن ما كيش تشجرات اللي يديوا الدراري والديهم يديوا الدراري الصغار فين رايحو ما تتلقى تشي حاجة والو تتمشي عوتاني تبغت أول الولد الأم تبغت نخارط ولدها في جمعية باش تحيدوا من هنا ولا توالو كل شي ولا بروتوكول في منطقة الليساس فا الرسالة ديالي ملاخر الدراري رات يدعو وتنطلب من المسؤولين وتنطلب من رجال الأمن وتنطلب من جميع السلطات يتدخلوا رات الدراري تدعو بزاف بزاف وانا كفاعل جمعوي ما راديش بيد الوضعية وكان قولك كمؤطار تنقطر الدراري اللي على بزاف ديال الحويج خلاوا ديك الحويج ومشاول مخديرات لا حول ولا قوتي إلا بلا الواقع دياليساس فا خاصها كثير وخاصها بزاف لساس فاعدنا ما عندهاش ما عندهاش هاد السميسو لا الحاجة فين غادي يلعبوا الدراري لا حاجة طرفيه لمكتابات ما عندهاش نقولها ما عندهاش نحشم وش شاب مني يخرج من الدار وش كي القام كتابة في جنبو سيدخل يحفظ فيها را ما كي القاهاش وش كي القام شي أماكن ديال شفين غايل عاب وشفين شي حاجة ديال ريادة را ما كي نقاش را كي يخرج كي القام بزنازع الليمان وكي يخرج كي القام بزنازع الليسر را مني كي يكون صغير ما كي يحش بها ولكن في المراهقة وفي 18 عام وفي 19 عام را كي يلقاها في الغي يلتاجع هالدري اللي ما غاديش يقرأ وما غاديش يخدم أشنو غاديدير كي يلتاجع المخديرات يعني المنطقة عندنا كان طلب من المسؤولين يردوا لها البال والحمد لله را منطقة كبيرة وعدنا لهذا الحمد لله فيها بزاف ما تتعطى يعني يردوا البال لهذا المنطقة منطقتنا راهزوينة وعلى عمالات الحي الحساني بغيت أي حاجة أي حاجة تدار فيها فين يلعبوا الدراري ملاعب القرب حاجة الحاجة ديال الرياضة الشباب تلشابات رات الشابات خستكم تديرو لهم فين لمقراتش فين تعلم كين تبارك الله را كين بلايس اللي ديرين فيهم هاتش دين تنمية الباشرية كل شي كيتعلم لا الطبخ ولا الطرز ولا هاتش كله رجعوا لي إلا رجعنا للمبادئ ديالنا را غادي نحصنو من الوضع ديالنا ولكن را ما كينش را هاتش شباب را يبقوا فينا را ما كينش فين غادي يلعبوا را ما كينش فين غا يقراوا را تشي حاجة ما عندهم را الشباب عندنا كيضيع أنا كنطلب من المسؤولين يديروا ليهم أماكن تطرفيه تكون مكتابات عامة أطال الله ما يدار أنا لما عندي الصوت قليل فهاتش را كين ناس عندهم ما يتقال فيه إلا عجبكم في الفيديو ما تنسوش الشراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد اشتركوا في القناة